13 شهيداً وجريحاً بقصف صاروخي حوثي على المناطق الآهلة بالسكان في مارب سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا المدعومة من إيران في جبهات مارب إصرار حوثي على تحويل مستشفى الثورة العام من هيئة خدمية إلى جهة إرادية للتربع غير المشروع الثامنة والنصب بتوقيت العاصمة صنعاء أهلاً بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم استشهد وأصيب 13 مدنياً وفق حصيلة أولية في قصف شنته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على الأحياء السكنية في مدينة مارب مصادر رسمية أكدت استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفل في الثاني عشر من عمره يدعى عبد الحق الصالحي وأصيب عشرة آخرون بينهم ثلاثة أطفال في قصف صاروخي نفذته الميليشيا الحوثية باستخدام صاروخين باليستيين ورجحت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء نظراً لوجود حالات إصابة حرجة بين المصابين خاصة الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وأدخل بعضهم العناية المركزة ومنذ مطلع العام الجاري تسبب القصف العدواني الحوثي على مدينة مارب باستشهاد وإصابة زهاء 344 مدنياً بفعل الهجمات التي تستهدف في الغالب الأحياء السكنية وتجمعات المواطنين ومخيمات النزوح وكانت القوات الحكومية والمقاومة كسرت أكبر عملية هجومية لمجامع حوثية حاولت التسلل في جبهتي الكسارة والمجح وتعد هذه المحاولة واحدة من عشرات المحاولات البائسة للميليشيا المدعومة من إيران التي تسعى لتحقيق تقدم في مارب لكنها لا تحصل سوى الخسران والندامة عاشت جبهات القتال في مارب أسبوعاً دامياً من المواجهات أثخنت في استنزاف عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح إضافة لتدمير العديد من الآلية القتالية التصعيد الأخير عرقوا الحوثيين المزعومة ميدانياً لا سيما بعد أن حشدت مئات العناصر لجبهات مارب والتي لم يسبق لها أن دفعت بهذا الكم من جحافلها ونفذت عشرات هجمات مختلفة في وقت واحد من جبهات عدة وكالعادة بأت بالفشل وأفضت إلى مزيد من الانتكاسات وسقوط أحلامها على تباب الكسارة وصرواح نحن صامدون كصمود الجبال ومهما حاول الحوثيون التقدم فانكسروا انكساراً ذريعاً فهم يقدمون بالأطفال ويزجون بهم فقتلوا فأكثر تشوفهم مرجبين في الجبال في كل الأودية والشعاب وما زال الأبطال صامدون ولن يستطيعون أن ينالوا من هذه العزيمة عزيمة الأبطال والرجال الكسارة كانت قدرت فيها مواجهات ساخنة صباح اليوم ترافقت معها محاولة تسلل لمجامع حوثية في جبهة المشقح وهي آخر المحاولات الهزيلة لمخطط الميليشيات بعد ساعة من الاشتباكات كسر أبناء القوات الحكومية والمقاومة الهجوم موقعين عشرات القتل والجرحة في صفوف الحوثيين كما أعطب أبطال القوات الحكومية تقمينا للميليشيات واستهدف آخر على متنه عير ثقيل نحن أبناء الجيش الوطني في جبهة الكسارة قمنا بتصدي زحف للميليشيات الحوثي من فجر اليوم وتم حرق الأطقم والجثاث مرجمة والجرحة أسعفنا بهم والآن الغنائم مع أصحابنا المعدلات والبنادق والأربيجيات محاولة العناصر الحوثية تنفيذ عملية إرهابية بطائرة مسيرة تحمل متفجرات كانت تحاول استهدف مواقع القوات الحكومية أثناء المعارك لكن وحدات الدفاعات الجوية أسقطتها قبل وصولها إلى المواقع سبع أشهر متواصلة من المعارك دفعت فيها ميليشيات الحوثي فاتورة باهضة على أطراف نأرب في سبيل الوصول للمدينة غير أن نتائج المعارك لم ترجح لصالحها ولن يتحقق لها شيئاً وستذهب آمالها كسراب تمكنت الدفاعات القوات الحكومية في مارب من إسقاط طائرة مسيرة حوثية ونشر موقع القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع صوراً تظهر طائرة مسيرة حوثية أسقطتها الدفاعات الجوية في سماء جغة صرواح غربي مارب بينما كانت مهمة لرصد مواقع القوات الحكومية والمقامة التي تكبد البليشيا خسائر فادحة وحالت دون تحقيقها أي تقدم صوب مارب في منطق الدشوش تم إسقاط الطائرة مسيرة الحوثية في هذا اليوم بفضل الله يوم الثلاثة 29 ستة بإسقاط الطائرة في قرب مارب وأحطابها وهذا الماطور والحمد لله بحوان الله سبحانه وتعالى أسقطناها ونحن يكون من هنا ونحن ثابتون ثبوت الجبال ولا نكل ولا نمل تعاملت القوات المشتركة مع تحركات الميليشيا الحوثية في ثلاث جبهات بالساحل الغربي وكبدتها خسائر بشرية ومادية جديدة الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن جبهة حيس شهدت تحركات مكثفة للميليشيا التابعة لإيران من جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة وسرعان ما تم إخمادها مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في المنطقة المستهدفة شمال غرب مدينة حيس اشتبكت مع عناصر الميليشيا بالأسلحة المتوسطة وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها وفي جبهة الدريهمي أكد الإعلام العسكري تدمير جرافة شيول ومصرع أو مصرع اثنين من عناصر الميليشيا الإجرامية أثناء محاولة استحداث خندق وتحصينات قرب خطوط التماس وفي الجبهات المتقدمة بمدينة الحديدة وجهت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في قطاع الصالح ضربات مركزة على أهداف ثابتة خلف كلية الهندسة بعد رصد محاولات حوثية استحداث تحصينات ومواقع تواصل الميليشيا الحوثية استبدال أسماء المدارس في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بأسماء عناصرها وتداول ناشطون وثيقة صادرة من مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة أقرت بموجبها الميليشيا تغيير مدرسة نشوان الحميري في صنعاء القديمة إلى مدرسة هاني طومر أحد عناصر الجماعة الذي لقي مصرعه في الجبهات وسبق أن قامت الميليشيا الحوثية بتغيير أسماء مئات المدارس والشوارع وقاعات الكليات والجامعات والميادين العامة والمساجد بأسماء رموز سلالتها وقتلها في نهج عنصري لمحاولة تطييف المجتمع وتغيير هويته في إب استولى مشرف حوثي على أملاك المواطنين في مديرية القفر كانوا قد هجروا قسرا في وقت سابق من مناطقهم على يد المشرف الحوثي ذاته وقالت مصادر محلية أن المشرف الحوثي الخليل أحمد أبو هاجرة المعين من الميليشيا مديرا لمديرية الشعر استولى على أملاك مواطنين في مديرية القفر وضمها إلى أملاكه وذكرت المصادر أن هاجرة بأمر من الحوثيين صادر أراضي زراعية تتبع المواطنين المهجرين إضافة إلى آبار ومضخات لرفع المياه ومزارع بتهم كيدية أبرزها معارضة سياسة الميليشيا القمعية وأوضحت المصادر أن المشرف الحوثي هاجرة سبق وأن قام بتهجير 12 أسرة وإحراق العديد من المنازل في مديرية القفر دعا رئيس الحكومة موين عبد الملك المجتمع الدولي لا تحديد الطرف المعارق لجهود إيقاف الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات وإحلال السلام متهما إيران باستخدام الأزمة اليمنية ورقة تفاوض في ملفها النووي دعوات من الشرعية لتصنيف الحوثي كمعارق لعملية السلام في اليمن دعوات تطلق بعد عجز دولي وصل الحال به إلى استقالة المبعوث الخاص الأمير العام للأمم المتحدة إلى اليمن ودفعه للاستقالة وندب حقه وإعلان خيبة أمله كما تأتي دعوات الشرعية لتصنيف الحوثي معارقلا لعملية السلام في اليمن بعد رفض الميليشيات التعاطي مع الوساطة العمانية التي وصلت صنعها لغرض الضيافة دونما الخروج بوثائق حل أو مقدمات لوقف إطلاق النار عقب هذه الوساطة تصعيد كبير عسكري باتجاه مأرب والجوف والبيضاء والساحر الغربي مبادرة المملكة بإنهاء الأزمة اليمني والتوصل لحل سياسي شامل كما تأتي دعوات الشرعية لتصنيف الحوثي معارقلا لعملية السلام في اليمن بعد خلاف مع الشرعية على آلية تطبيق المبادرة السعودية القاضية بفتح مطار صنعاء وتخفيف قيود التفتيش على ميناء الحديدة بعدما أراد الحوثي فصل المبادرة عن إيقاف التصعيد العسكري وتطبيع الأوضاع سياسيا وإنسانيا تأتي دعوات الشرعية لتصنيف الحوثي معارقلا للعملية السياسية بعد تسييس البعض لعملية الوساطة الأمريكية عبر مبعوث واشنطن إلى اليمن تيموثي لندركينغ لغرض إحراق هذا الكرت وقطع أي تعامل سياسي مع القضية اليمنية بما يمكن أن يحرك عملية السلام ويدفع بعجلة الفرقاء للدوران على طاولة نقاش وحوار ومفاوضات هذا وقد دعا رئيس الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لعدم ربط القضية اليمنية بمرف إيران النووي واستخدام الأزمة اليمنية كورقة تفاوض من قبل طهران لتمرير اتفاقات هذا وقد اتهم معين عبد الملك أطرافا دولية بالاستسلام الكامل للحوثيين بتقديم التنازلات والاعتراف غير المباشر بسلطتهم بمفاوضات من تحت الملف تنتهك سيادة اليمن إصرار حوثي على تحويل مستشفى الثورة العام في صنعاء من مؤسسة خدمية إلى جهة ربحية لصالح الميليشيا التي ترفض صرف استحقاقات الكادر التمريضي وتمارس الترهيب بحقهم وتنهب كل موارد وإرادة المستشفى لصالح ما تسميه بالمجهود الحربي تجمعنا إلى هذا المكان لإيصال مظلميتهن والإفصاح عن حجم المعاناة التي يكابدنها كموظفات في مستشفى الثورة العام بصنعاء تحت سلطة ميليشيا الحوثي التي تمارس بحق موظفي وأضباء والكادر التمريضي بالمستشفى شتها صنوف الإجراءات التعسفية والقمعية إلا أن الكيل طفح اليوم بعد معاناة ضويلة تفاقمت حتى بلغت القلوب الحناجر التظاهرة خرجت رفضا للإجراءات التعسفية الحوثية المتمثلة في استبدال الطاقم الإداري في المستشفى بقيادات حوثية تندمي لسلالة الهاشمية وتبديل رؤساء الأقسام ومساطرة حقوق العاملين في المستشفى من إداريين وأضباء وممرضين ورفض صرف مرتباتهم وحوافزهم رغم الإيرادات الهائلة التي يحققها المستشفى ويتم تحويلها لصالح الميليشيا وبعد أن كان مستشفى الثورة العام من أرقى المشافي الحكومية وأكثرها خدمية وبرسوم رمزية أصبحت أسعاره لا تقل عن المستشفيات الخاصة الباهظة التكاليف وتذهب إلى ما يسمى بالمجهود الحربي في الوقت الذي يعاني فيه مئات الأضباء والموظفين من ظروف معيشية صعبة ولم يتقاضوا أي مرتبات منذ نحو خمس سنوات ويعد مستشفى الثورة العام في صنع من أكبر المشافي الحكومية التي تحتضن آلاف الموظفين ويحظى بدعم مالي كبير إلا أن الميليشيا الحوثية ومنذ سيدرتها على مؤسسات الدولة مارست شقة صنوف النهبي وجيرت كافة المرافق الخدمية الحكومية لصالح قياداتها ونافذين لدى الجماعة وتأتي هذه الإجراءات التعسفية المتخذة بحق منتسبية القضاع الصحي في وقت لا يزال يعاني فيه من تدهور حاد خصوصا في مناطق سيدرة الميليشيا وفق ما أكدته تقارير أممية تحدثت أيضا عن انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتفشي عدة أمراض وأوبئة تسببت بوفاة عشرات الآلاف من اليمنيين السمرة النشرة وفيها بعد الفاصل كورونا يتفشى في مناطق الميليشيا وإصرار حوثي على المتاجرة البشعة بمعاناة المواطنين ترجمة نانسي قنقر أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل تسع إصابات جديدة في عدن وحضر موت وأضافت في حسابها على تويتر أنه تم تسجيل 23 حالة شفاء 16 منها في عدن وأربع في تعز وحالتان في شبوة وحالة واحدة في حضر موت ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6.918 منها 1.361 وفاة وأربعة آلاف وخمس وخمسون تعاف أكد وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ضرورة إعداد خطة استراتيجية متكاملة تستوعب حاجيات وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات وقال بحيبح في ختام فعاليات اللقاء السنوي لمناقشة خطة وزارة للعام الجاري إن الأمر يتطلب إرساء استراتيجية صحية تحدد الأهداف وموائمتها مع أهداف منظمة الصحة العالمية على أن تكون واقعية التحقيق حتى العام 2022 وأعلن بحيبح عن خطة لمواجهة أزمة مادة الأكسجين في البلاد خلال قرض من البنك الإسلامي لتوفير 14 مصنع للأكسجين في المحافظات بحلول سبتمبر المقبل مشددا على ضرورة التيقظ والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا التي اجتاحت عددا من الدول الأخرى والتي قد تكون الأشد تتلقى اليمن كمية من اللقاحات الأمريكية مساعدة في مواجهة كوفيد-19 وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باديب إن الجهات المختصة في الحكومة الأمريكية أكدت اعتزامها تقديم 504 ألاف مصل من لقاح جونسون أنت جونسون والذي سيتم منحها عبر برنامج كوفيداكس جزءا من استراتيجية بايدن ونائبته هاريس لتقديم تطعيم لقاح كورونا للعالم وبينما يموت آلاف اليمنيين في حربها العبثية ثمت موت آخر يتسلل بصمت يتخطف ما تخفي ميليشيا الحوثي من ضحايا الفيروس التاجي كورونا بسبب استخفافها بحياة اليمنيين وإدارتها المتخلفة للجائحة في مناطق سيطرتها فيما العالم يشهد موجة جديدة وتطورات أكثر خطورة لوباء كورونا تستمر الميليشيا الإرهابية في التعامل بذات العقلية المستهترة والاستخفاف بحياة المواطنين رغم امتلاء المقابر بضحايا الجائحة في مناطق سيطرتها حيث تتحدث التقارير الواردة من صنع عن ارتفاع حالات كورونا في ظل استمرار سياسة التكتم واخفاء الأرقام الحقيقية للضحايا وتدمير القطاع الصحي الذي أفرغته من معظم متخصصيه واستبدالهم بقيادات موالية عديمة الخبرة والمسؤولية غالبا ما يكونون من سلالة فضلا عن وضع الحوثيين وحدة مخابرات تابعة للأمن السياسي المحوثا في المراكز الطبية لتخويف الموظفين ومنع وصول المعلومات إلى الإعلام أو المنظمات وأشارت تقارير إلى أن المصابين غالبا ما يتوفون بعد رفض المستشفيات استقبال حالاتهم خوفا من انتشار العدوى فيما آخرون يجبرون على البقاء في منازلهم لتلقي الإرشادات هاتفيا أو تراسلا بسبب عجز المستشفيات عن استقبالهم ما يؤدي لتدهور معظم الحالات المصابة وتزايد الوفايات بعيدا عن وسائل الإعلام ومن بين المصابين عوائل بكاملها يتناقلون العدوى واحدا بعد آخر بسبب إنكار الميليشيا لوجود كورونا ومعلوماتها المضللة التي عرضت صحة المواطن للخطر ومنع الجهود الوقاية رغم أن من بين الضحايا قيادات حثية بارزة ويؤكد موظفون صحيون أن مراكزهم منذ الموجة الثانية تستقبل العشرات يوميا من المرضى منهم 70% لديهم أعراض كورونا معظمهم في الثلاثينيات والأربعينيات فيما مراكزهم غير مجهزة لاستقبال كافة الحالات كما أن من أسباب تدهور المرافق الصحية أن الموظفين في أحد المراكز كانوا يتلقون منذ الموجة الأولى راتبا شهريا من الصحة العالمية بمبلغ 2000 دولار غير أن مسؤولا حوثيا أوقفها وخفضها إلى 100 دولار كل ثلاثة أشهر وعندما حاولوا الإضراب والتبليغ بسرقة رواتبهم قررت وزارة طاه المتوكل وقفها على الجميع ومصادرتها ولم تكتفي الميليشيا بإهمال الإمكانيات الصحية والإجراءات الوقائية ومصادرة مخصصاتها بل وصلت الاستهانة بأرواح المواطنين إلى حد رفضها استلام اللقاحات التي جاهد العالم لاكتشافها وتمنع دخولها لمناطق سيطرتها حتى اللحظة رغم أنها منحت كمساعدة إنسانية مجانية لبلد تطحنه الحرب وحسب مراقبين يعود رفض الحوثية لاستلام اللقاحات وإصرارها على توزيعها عن طريقها بهدف فتح أسواق سوداء للمتاجرة باللقاحات المجانية ومن جهة أخرى لا تريد أن يشغلها أي شاغل عن معاركها العبثية التي تمنحها الأولوية على حياة المواطنين فيما تكتفي بإيهامهم بأن كورونا مؤامرة أمريكية وحتى لقاحاته مؤامرة معنا عبر الهاتف دكتورة إشراق السبعي وكيل وزارة الصحة مرحبا بك دكتورة أهلا وسهلا مرحبا دكتورة من جديد يتفشى كورونا في مناطق سيطرة الميليشيا في حين تصر على إخفاء حالة الوفيات والإصابة كيف تنظرون لهذا الأمر؟ طبعا بالنسبة لإخفاء الميليشيات الحوثية عن ذكر أرقام أو الأسرات في أن الوباء متفشي في المحافظات التي تقضى تحت سيطرتها طبعا هذا ليس بي نحن نحن في العام الثاني من بداية الموقع الأولى إلى الموقع الثانية حتى الآن لم تستطيع سواء كان منظمة الساحة العالمية أو غير انتزاع الأرسائيات أو بيانات أو اعتراض من قبل منظمة الصحة العالمية بإن هناك وضع والتداعيات بإن هذا لا يريد أن يترفون بحيث أنه لا يتفشى الناس الذي في الجبهات كما يستعون وكما يعني بالاطلاع مع عديد من الجمالاء بإنه لا توصل هذه المعلومة خوفا من تراجع الميليشيات من الفتال خاصة الذي ينضم للحرب شنو هذا الحرب في الجبهات طبعا بالنسبة للمستشفيات نحن نرصد معنا زملاء كانت تواصل الاجتماعي سواء المتابعة مع المواطنين هناك خاصة طاحن تواصل مستمر لطلب المشهورة هناك زملاء يوميا يتكلموا عن ما يدور من تفشي لهذا الوباء عدد يعني الحالات المستشفيات المتطبة هناك زميلات أيضا أعرفهم عن شخصيا أصيبوا ب كوفيد المعلومات ولكن الحاجة التي لفت أنتباهنا في الأوان الأخيرة يعني نحن في المحافظات المحررة وبقيادة وزير الصحة الدكتور قاصم محمد في حيبة كان يعني أعطى توجيهات فريعة أي من المواطنين أن في المحافظات الشمالية بحاجة إلى تطعيم سوف نبتح مراكزنا نعم نحن سوف نكون أيضا يعني بصدر الرحل نقدم المساعدة للمواطنين الذي لا دمبنه نتيجة تعالية الموليشيا نعم دكتورة ترفض الموليشيا لتستفادة من أي منح من لقاحات الفيروس وتضاعف من معاناة المواطنين خصوصا المغتربين كيف يمكن معالجة ذلك بالنسبة طبعا المغتربين بالنسبة المغتربين قدموا إلى المحافظات المحردة أرس وكان إلى عدن إلى لحي إلى سيئون إلى المكلة يعني حسب القرب وحسب سهولة الوصول فكان يعني هناك تنسيق مكتول لأحد هذا اللقاح تواصلوا أيضا معنا نحن عبر الخط الساخن وهناك بعض الذي قادرنا أن نوصلهم إلى المراكز وما زال المراكز الصحية مكتوحة للتطعيم يعني القادم من الشمال سواء كان مخترب من الشمال أو من المحافظات المحررة وهو ابن اليمن نعم دكتورة إشراق السبعي وكيل وزارة الصحة شكرا جزيلا لك عالميا يتخطى المصابون بالبيروس التاجي في العالم حاجز 182 مليون شخص في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول لا تجديد الإجراءات وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 182 مليون و364 ألف شخص لما تجاوزت الوفيات 3 ملايين و948 ألف وتجاوز عدد من تمش فأو من المرض 166 مليون و906 ألاف شخص طالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بالاتزام بارتداء الكمامات حتى وإن كانوا مطعمين ضد بيروس كورونا المستجد ومع انتشار إجراءات الدول التي تمنح المطعمين حرية خلع الكمامات حذرت المنظمة من تلك الخطوة هل يكفي التطعيم ضد كوفيد 19 لخلع الكمامة؟ هذا هو السؤال الذي أجابت عليه منظمة الصحة العالمية فقالت أنه من حصل على جرعة اللقاح فإن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي أمر ضروري لحمايتهم من متحور دلت الجديد مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ماريا سيمو قالت بصريح العبارة أن اللقاحات وحدها لن توقف انتقال المجتمع وقالت سيمو خلال مؤتمر صحفي من مقر منظمة الصحة العالمية في الجينيف أن الناس بحاجة إلى الاستمرار في استخدام الكمامات والتواجد في أماكن جيدة التهوية والحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بالتباعد وتجنب الزحام وأضافت لا يزال هذا الأمر مهما للغاية حتى وإن تم تطعيمك لأن انتقال العدوى عبر المجتمع مستمرة وتتعارض توصيات منظمة الصحة العالمية مع ما قاله مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وهو أن الأشخاص الملقحين بالكامل يتمتعون بدرجة عالية من الحماية وتظهر البيانات الرسمية في الولايات المتحدة أن البلاد في وضع أفضل مما كانت عليه قبل ستة شهر في حربها مع وباء كورونا إذن خفضت الإصابات والوفايات بشكل ملحوظ اشتركوا في القناة أطلق رسميا صندوق الأمم المتحدة يونيت لايف الذي يهدف إلى مكافحة سوء التغذية المزمن في مناطق العالم ذلك على هامش منتدى المساوى بين الأجيال وأنشئ صندوق يونيت لايف بالتعاون مع أو بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية والإمارات وفرنسا ويؤمل أن يولي صندوق يونيت لايف أهمية كبرى للنساء بما يؤدي إلى إدراك دولهن في إيجاد حلول للأزمات الغذائية حيث يسعى إلى تمكينهن من زراعة الأطعمة المغذية وشرائها لأسرهن ومنحهن فرصة أفضل لتحسين حياتهن أعلنت إيران أنها تدرس إن كانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الدرية والذي انقضت مهلته قبل أيام وقال المتحدث علي ربيعي للصحفيين إن طهران في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى وبدأت طهران في فبراير بناء على قانون أقره البرلمان الذي يهي من عليه المحافظون بتقييد نشاط المنفتشين التابعين للوكالة في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه لكنها أكدت أنها ستلتزم بما فيه وأبرمت الوكالة الدولية مع إيران اتفاقا تقنيا مؤقتا يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون البرلمان وبموجبه أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها مشددة على أنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق وفي النشرة أيضا معاناة لا متناهية يكابلها مرضى الكلاة في اليمن في ظل شحة الأدوية وانقطاع التيار التهربائي تم تدمير المسجد بشكل كامل كما ترون عمامكم تدميره بشكل كامل المصاحف تمت رقمت في كل مكان وآثاث المسجد هذا الظرب هذا عبد ما حاجة أمزل أمزل يا عباد الله انظر ألم كاري باكم مننا حوالي ثمانين نفر منهم صواريخ ومنهم هونات ومنهم الألغام والبلاوي هينكن يا أمم المتحدة ومنظمات وعند من الآثار التي خلفتها ميليشيا الحوثي والإجرام هي تدميرها للمساجد ودور القرآن الكريم لن تسلم من هذه المسيرة الخبيثة كثبت ميليشيا الحوثي من خطواتها لتصفية كشفات الرواتب وإسقاط موظفي الدولة من المعارضين لها مصادر مطلعة في صنعاء أكدت أن الميليشيا طلبت من جميع موظفي الدولة في مناطق سيفرتها استفاء بياناتهم تمهيدا لتصنيفهم حسب معايير الجماعة العنصرية تمهيدا لفصل الجزء الأكبر الذي تسعى الميليشيا للتخلص منهم وإحلال عناصر حوثية بديلا عنهم وأكدت المصادر أن الخطوة التالية للميليشيا كانت قرار الخدمة المدنية التابعة للحوثي إحالة أكثر من 60 ألف موظفي للتقاعد وعدم التوظيف بدلا عنهم إلا عبر الكشوفات المعدة من قبل الدوائر المختصة والقائمة على تصفية موظفي كوادر الدولة توجه ميليشيا الحوثي لإحتجاز أموال البنوك يكشف عزمها لاستمرار في مصادرة ونهب أموال الشركات والمصارف التجارية في ممارسة إرهابية لم يسبق لها مثيلة ميليشيا الحوثي تأمر بحجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي في مناطق سيطرتها في إطار نهجها لتأميم البنوك الأهلية اليمنية ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا وثيقة صادرة عن وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي عممت فيها على جميع البنوك الحجز على جميع أموال بنك التضامن الإسلامي المودعة في جميع القطاعات المصرفية بناء على قرار رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الميليشيات الحوثية سابقة وأن صادرت مئات الشركات بقرارات من النيابة الجزائية أو وزارة الصناعة قبل أن ينشط قطاع وحدة جمع المعلومات في مجال النهب ومصادرة الممتلكات والتي كان آخرها مصادرة ممتلكات أحد رجال الأعمال بناء على تعميم منها استنادا إلى قرار من النيابة الجزائية ويعيش القطاع المصرفي في مناطق الحوثي أسوأ فتراته على الإطلاق بفعل السياسة الخوثية التدميرية والتي جعلت البنوك والمصارف على وشك الإفلاس ابتداء من أزمة عجز السيولة والتي جعلت البنوك غير قادرة على مواجهة التزاماتها أمام عملائها إضافة إلى انتزاع السلطة النقدية بين صنعاء وعدا وتأسسها بنك التضامن الإسلامي وفقا لقانون المصارف الإسلامية عام 1996 وتعود الحصة الأكبر من أسهمه لمجموعة هاي السعيدة عام ويضم شبكة واسعة تضم 37 فرعا ومكتبا منتشرة في عموم أرجام وحافظات الجمهورية اليمنية وأكثر من 125 جهاز صراف آلي بين الحياة والموت غسلة واحدة والحصول بدل الكثير من الجهد والوقت وانعدام بعض الأدوية الضرورية في مراكز الغسيل الكلوي في العاصمة المؤقتة عدن ما زاد من حجم معاناة المرضى ناهيك عن انقطاعات المتكررة لخدمات الكهرباء والمياه محمد هادي أحد مرضاء الفشل الكلوي نظرات عينيه تشرح مدى ألمه ومعاناته بسبب هذا المرض الذي أنهك قواه والسفر من أبيان إلى عدن لإجراء الغسيل كل أسبوع ثلاث مرات يشكل أبرز الصعوبات بالنسبة له ولعل أكثر إيلاما ووجعا أن معاناته لم تقتصر على آلام المرض وصعوبة التنقل فقط ولكن عدم توفير احتياجات الغسيل وانعدام بعض الأدوية الضرورية في المركز زاد من حجم المعانات ناهيك عن الانقطاعات المتكررة لخدمات الكهرباء والمياه المشكلة أنا جيب من محافظة ثانية فكانت تنقلات صعبة يعني غير مطال التنقلات صعبة وبالذات في المسألة لأنها يعني من محافظة أخرى من محافظة أبيان إلى عدن يعني وتعرف المؤصلات ولا هكذا المستشفى يعني فيه أوقات ما بيش الطاقة البديلة سواء الديزل أو الطاقة الشمسية يعني المستشفى كبير ومنظيف مكان جيد وما فيش طاقة بديلة فين دعم المنظمات فين دعم حتى الأدوية يعني مفروض الوزارة الصحة أو المسأة العسكرية تقدم الأدوية يعني تحت ذات السقف يشاطر الممرضين مرضاهم المعاناة والألمة في مراكز غسيل الكلاء لا سيما في ظل عدم انتظام صرف مرتباتهم الضئيلة لشهور ناهيك عن حمانهم من الحوافز والاستحقاقات الجانبية الأخرى على الرغم من قضاء جل وقتهم في خدمة المرضى نحن نشتكي ونعاني من هذا القصم أمور كثيرة على رأسها وأساسها الرواتب الشهرية حقنا نحن إلى الآن لنا يمكن ما يقرب 6-17 ملا رواتب يعني المباب الإنسانية نحن نخدم المرضى لأنهم أمراض فشل كالوي فهم بفضل الله عايشون تمهم بفضل الأجزة هذه وإذا تأخر الغسل على هذا المريض تلاقي يعني يشكي أكثر من هو عليه من ناحية السموم من ناحية الأورام من ناحية يعني فأنا أتمنى يعني كل مسؤول كل من والله الله يعني محن على نحن وعلى المرضى هذا يلفت نظرة ترحم لهذا المريض ما هو احتياغه ما هو احتياغ القصم نعاني من نقص تمام في الحوافز العلاوات ما فيش عندنا نستلم يعني الرواتي تتأخرها خمس شهور ستة شهور ما نستلمش والمرضى يعاني من علاقات ما فيش معهم يعني نقص المياه والمحطة يعني هناك نقص كثير في القسم هذا نحتاج إلى دعم بحسب تقارير نشرتها منظمة الصحة العالمية فأكثر من خمسة آلاف ومئتين مريض يواجهون خطر الموت بسبب النقص الشديد في إمدادات غسيل الكلا وتدهور القطاع الصحي في اليمن بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشياء الحوثي على اليمن واليمنيين ودخلت عامها السابع والتي أوقفت ودمرت معظم مراكز الغسيل الكلوي في عموم البلاد شكى مواطنون من تدهور حاد في خدمتين الاتصالات والإنترنت في عتق بشبوة حد فقدان تغطية الشبكة بشكل تام في مدينة عتق وضواحيها ليلجأ البعض إلى اعتلاء أسطح المنازل والمرتفعات بحثا عن فرصة التقاط إشارة الأبراج لأبراج شبكات الاتصالات والإنترنت وأشار سكان المحليون أن هذا الإشكال عزلهم كليا عن الداخل والخارج واعتبروها عقابا جماعيا فرضت في الميليشيا الحوثية التي تسيطر على وزارة الاتصالات وخدمات الإنترنت لدى شركتين يمن نت ويمن موبايل والتي تتخذ من العاصمة صنعها مقرا رئيسا لها في أبيان باشرة فريق هندسي تابع للمؤسسة العامة للكهرباء إصلاح واستبدال عمود كهربائي كاد يتسبب بوقوع كارثة وذلك تجاوبا مع مناشدة أطلقها الأهالي عبر قناة اليمن اليوم للجهة المعنية بإصلاح العمود الذي تعرض لحادث إصطدام قبل عشرة أيام ما جعله يخرج من موقعه وسط البردورات في الخط الرئيس المؤدي إلى إدارة البحث الجنائي وجولة شقرة وكلف علينا مدير المؤسسة الكهرباء الأخ المدير العام محمود مخيش بالنجول بأسرع وقت ممكن إلى منطقة الضمان في جونجوبار وتنفيذ العمل بأسرع وقت ممكن عفاظ على سلامة المواطنين الحكومة تحمل الميليشيا مسؤولية توقف صرف مرتبات موظف الدولة وأتوجه حوثي بإنشاء مجلس اقتصادي لاستكمال السيطرة على مكونات القطع التجاري والاقتصادي الخاص وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي جولتنا الاقتصادية نستهلوا بالشأن المحلي حيث حملت الحكومة ميليشيا الحوثي كامل المسؤول عن توقف صرف مرتبات موظفية الدولة في مناطق سيدرتها وأستمرار عرقلة الإجراءات المضروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرفيها وفق كشفات 2014 مقابل توريد إرادة ميناء الحديدة للبنك المركزي وقال وزير الإعلام عمر الإريان أن تقديرات تشير لسيلا ميليشيا الحوثي خلال عام 2020 على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية و200 مليون دولار من الاتصالات و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات و150 مليون دولار من إرادة الزكاة و180 مليون دولار من أموال وقف في المناطق الخاضة على سيدرتها وتشير التقليلات إلى مئات الملايين من الدولارات التي نهبت الميليشيا خلال العام ذات من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة والمضاربة بالعملة الأجنبية ونهب القضاء الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي وغيرها من الجباية غير القانونية مؤكدا أن تلك الأموال كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيدرتها بانتظام ضيلة السنوات الخمس الماضية لو لا قيام القيادات الحوثية بنهبها وتوجيها للحسابات الخاصة وتمويل عمليات قتل اليمنين كشفت مصادر مطلعة في صنعان سعدادات تجري أمليش الحوثي لتشكيل ما يسمى بمجل اقتصادي أعلى هدفه استكمال فرض السيدر الكامل على ما تبقى من مكونات القضاء التجاري والاقتصادي الخاص في مدن ومناطق سيدرتها وكشف الموظفون وعاملون في غرفة التجارية بصنعاء أن ضعوض الحوثي أفضلت إلى إجبار قيادة الغرفة مؤخرا على إصدار بيان ينص على مباركات وترحيبهم بما يسمى خطة حكومة الميليشيات بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى تواصل ميليشي الحوثي احتجاز مئات النقلات لمادتي البنزين والديزل منذ أسابيع أمام شركة النفط في منطقات الصباح الغربي صنعاء وتشهد العاصم الصنعاء وبقية المناطق الخاضعة على سيدرة الميليشيات أزمة مشتقات نفطية متكررة بسبب ما تزعم أنه نتيجة منع دخول سفن إلى ميناء الحديدة وكانت لجنة برلمانيا مختصة لحظة أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزل فيها كميات متوفرة من المواد النفطية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات وصد ازدهار كبير للسوق السوداء التي تبيع المشتقات بأسعار باهظة تصل إلى 15 ألف للدبات العشين لتران من البنزين والديزل وأخيرا وفق صندوق النقد الدولي على قرار انضمام سودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلات بالديون هايباك وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار والتي تشكل معضلات رئيسية أمام حل أزمة الاقتصادية المتفاقمة وقال بيانا الصندوق إنه استضاعت من ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم عفاين شامل من الديون للسودان خصوصا بعد تعهد أكثر من مئة دولة بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل لتوسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق وفي الختام تذكر بأبرز العنوين 13 شهيدا وجريحا بقصف صاروخي حوثي على المناطق الآهلة بالسكان في مارب سقوط عشرة القتلى والجرحى من عناصر المليشيا المدعومة من إيران في جبهة مارب إصرار حوثي على تحويل مستشفى الثورة العام من هيئة خدمية إلى جهة إيرادية للتربح غير المشروع لقاؤنا في الحادي عشر والنصف على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر